مصر رجعت لمورونتها وحيويتها السياسية بشكل أظن أظن لم يكن حد فينا يتصور وقدرة مصر ومورونتها السياسية على استعادة دوائرها الحيوية مش بقى بمنتهى كفاءة أبعد مما كنا نعتقد أو نتوقع بل واستطاعت مصر فتح دوائر حيوية جديدة انفتاح مصر على العالم وحفاظها على مسافات متساوية من الجميع وإن مصر طول الوقت تلعب بطريقة الحفاظ على المبادئ الحفاظ على النزاهة هو ده اللي ادى مصر موثوقية لدى كافة عواصم القرار هتجد على سبيل المثال علاقة القاهرة بموسكو علاقة متوازنة النهاردة يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد روسي رفيع المستوى ركز على كلمة رفيع المستوى بم كل من نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الروسي دانيس منتوروف لو انا بنطق الاسم بالروسي مظبوط الممثل الخاص للرئيس الروسي ميكايل بوجدانوف عشان ما الصنطق مظبوط بوجدانوف بالاضافة الى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي نائب رئيس البنك المركزي الروسي وفد مهم وفد ثقيل من حيث الوزن السياسي والصناعي والاقتصادي اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل ما بين الجانبين على مواصل التعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعب المصري والشعب الروسي اللقاء كمان كان بيتناول بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية اللي بيدعمها الاطار العام لشراكة استراتيجية ما بين الدولتين ده الاطار اللي بيوفر يا سادة يا كرام آليات ثنائية مختلفة للتعاون ما بين عاصمة طي صنع القرار بما في ده اللجنة المشتركة ما بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني واللي بتنعقد دورتها الربعة الاربعتاشر أنا آسف دلوقتي في القاهرة طيب ده يساعدنا في ايه؟ ده يساعدنا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ما بين مصر وما بين روسيا طيب اللقاء كمان تناول ايه؟ تناول الاستثمارات الروسية المشروعات المشتركة اللي موجودة ما بين روسيا ومصر على الاراضي المصرية في العديل من المجالات خصوصا انشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وكمان إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واللي تمهد الطريق للبدء في مشروعات التصنيع المشترك صناعات عملاقة تصدير إلى أسواق عديدة في دول من مناطق جغرافية مختلفة مش زي ما البعض متصور أكثر اتساعم بكتير طيب بالإضافة لكل ده منقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة مصر عايزك تبص عليها علاقة القاهرة ببكين علاقة القاهرة بموسكو علاقة القاهرة ببرلين علاقة القاهرة بباريس علاقة القاهرة بلندن علاقة القاهرة بواشنطن علاقة القاهرة بكل شديدة التميز علاقة القاهرة بكل من كان ما بيننا وبينهم بعض التباينات أو حتى الاختلافات تعود العلاقات مثمر إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود خليك فاكر الجملتين دول مصر بتحفظ على المسافات اللي ما بينها وما بين أي دولة وأي ثقل سياسي وأي ثقل عسكري وأي ثقل اقتصادي في العالم مصر لا تريد مشاكل مع أحد بس كمان مصر ما بتحبش حد يعمل لها كده مصر بالها طويل وصبورة بس قادرة وده المهم ثمان سنين عدوا مصر وقفت على رجليها تلت ومتلت أقعد ركز معي مصر اقتصاديا على سبيل المثال تعال ناخد كده ايه في السريع الدلتة الجديدة سينة الرملة السودة الغزة الطبيعية المناطق الصناعية سواء إذا كانت بتاعة روسيا أو بتاعة بعض الدول الأوروبية زي النمس على سبيل المثال اتفاقات الهايدروجين الأخضر ومصانع الهايدروجين الأخضر بالنسبة فيه موقع غلطان لما بيقول لا مصر مش الأولى في المنطقة في اتفاقات الهايدروجين الأخضر ولا في هذا النوع من التقلق هي مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في هذا الكلام ويرجع تاني لإحصائيات الأمم المتحدة إذا حبيت على كل حيات هكمالك طيب أكبر منظومة سكة حديد عرفتها المنطقة بالكامل حتى هذه اللحظة بل ويرى البعض تاني بس خيننا طيقا ويرى البعض إنها أكبر منظومة خطوط سكة حديد حديثة في العالم الآن ده اللي احنا بنعمله في مصر ده على سبيل المثال للحصر الله طب وإيه تاني أكبر عدم من المجتمعات العمرانية ينشأ في مدة 8 سنين أنت بتتكلم على دبلرة دوبالة مضاعفة المجتمع العمراني المصري الدبل الضعف في 8 سنين بس كده لا مش بس كده وهل المجتمع العمراني ده مجتمع من بتاع القديمه مدن جير رابع ومدن زكية إلى آخره تاني تعالى بصوا على الطاقة التي تؤدي إلى تصنيع حقيقي توطين صناعات صناعات تكنولوجية وصناعة تلفونات محمولة إيه لخي إيه لختب ده مستوى الاقتصاد طبعا على مستوى السياسة علاقتك بالمنطقة العربية بالكامل على أفضل ما يكون من أول العراق لحد المغرب وصولا إلى أقصى الجنوب في السودان طبعا طيب إيه كمان تعالى نشوف كده علاقتك بإفريقيا الأربعة وخمسين دولة بعد ما كانوا عندنا أحيانا برودة أحيانا فطور أحيانا استياءات بقت العلاقة شديدة التميز طب وعلاقتك بالأوروبيين من بعد تلاتين ستة علاقة شديدة التوتر استعدت الغرب والشرق وليس الغرب فقط طب علاقتك بواشنطن والمتحدة الأمريكية كانت العلاقة غير جيدة بعد تلاتين ستة فاستعدت واشنطن فأصبح اتنين رؤساء متوالين يهاتفوا رئيس الجمهورية المصري ثناء وشكرا على جهوده في المنطقة وفي تصفير مشاكل المنطقة وخلق استقرار سياسي واستقرار عسكري وتهدئة نزاعات وما إلى ذلك هاي زيتين